السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية من موضوع شابتة الاربعة. حكينا كيف نطلع المومنت وخبنا امثلة كافية على الموضيع. هسا اجينا لموضوع شعليا اللي هو 3D. كل شيء يتعلق بال3D بالمومنت. حكينا القانون طبع المومنت كما حكينا عن الموضوع التوديل هو كان F في D صح؟ تمام. هسا إذا لم أشتغب لي 3D او رح نشوف أستروني نعرف شو الميزة عن الأمثلة اللي قبل. سيكون في عندي القانون كالتالي. المومنت هل القانون اللي جديد اخذه. نفس المبدأ. or cross F. هذا اللي هو موضوع cross product. ايش علاقته في المومنت. اخذكم هناخد عن ماكسيق. تمام. or هي نفس هدي ماشي بس هو كمسمى بهذا القانون بيثيري عشان نميز. الترتيب مهم لانه حكينا. or cross F لا تساوي F cross R. سيكون مختلف الجواب. فننتبه للترتيب. or cross F. بالترتيب ليس فارغة. FB او DBF. ليس فارغة. تمام. نأخذ شوية عن خصائص cross product. ونتوسع فيه الأقصى شوية من شابتر اللي خدناها في شابتر 2. شابتر 2 ما رقمنا على cross product. وعطلمنا كيف. بس هسا رح نتوسع فيه اكثر. تمام. طيب بالنسبة لل cross product. بالنسبة لل cross product. انا عندي. هيكون 3D. وبدو يحسئي. يحكي لي. طلالي المومنت عند نقطة معينة. انا متى بستخدم القانون هادلي هو المومنت. R cross F. لما تكون عندي المسافة. انا مش قادر اتخيلها او صعبة. المسافة بين F وبين D. مش عكينا. احنا عشان نعمل ال rotation. انا رح اثر على الجسم بقوة. هاي القوة اللي رح تعمل دوران على هذا الجسم. طيب فيه مسافة عامودية. بال 3D. التخيل رح تكون صعب. عندي ثلاث محاور. صعب اتخيل المسافة العامودية. مش اي مسافة العامودية. صعب. فعشان هيك بستخدم هالقانون. وعن طريق ل cross product. بيطلع معاي الجواب. والجواب النهائي. الجواب النهائي. هذا ميز بال 3D. الجواب النهائي. يعني صح بال 2D. لما كنا نستخدم F في D. كنا نروح نطلع الاتجاه. عن طريق عقص عقارب الساعة. مع عقارب الساعة. كاونتر. وقلق ويز وقلق ويز. حسب 3D. لما استخدم انا 3D. الجواب. رح يطلع معاي IJK. رح يطلع معاي. الاتجاهات جاهزة. ما في داعي استخدم. القواعد قاتل لديمنا وإلى آخره. لا. مجرد ما استخدمت هالقانون. هالقانون. كفير انه يطلع لي. مباشرة. اما هالقانون. هطلع لحال. والديركشن اللي حال. ثمان. هنشوف شو يفرق بهذا الموضوع. هنا بيحكي لي شوية خصائص عن الكروس البرداكت. وإحنا قريبا حكيناهم. هنرجع نقرأهم. اللي هو هاي. اللي هو شوية قواعد. الأي كروس بي. لا تساوي بي كروس اي. ولكن. الأي كروس بي. تساوي ماينس البي كروس اي. يعني نفس القيمة. ولكن عاكس الاتجاه. فننبهل للترتيب. عشان هيك هكتلقون قانون المومنت. ار كروس اف. مش اف كروس ار. اف كروس ار. رح يكون سالب هاي القيمة. تمام. هذي اول نظرية بديكم تعرفوها. النظرية الثانية. او فيش نظرية ثانية. ما بديش ياكم تطلعوا على هذا المرضوع كيف يعلمكم. تحسبوا الكروس برداكت. الكروس برداكت. علاقتكم كيف طريقة رطيفة. وهسا ما اخذنا الاسئلة. رح ناخدوا الأرقام. طريقة جدا سهلة. هذة ولا مهم جدا. مهم جدا. اكتبوهم. شو يعني مهم جدا. خلنا نشوف. ارفين هم. اي كروس اي. هيعطيني كي هاد. جي كروس كي. هيعطيني اي هاد. كي كروس اي. هيعطيني جي هاد. يعني بالمختصر. اي محورين. اللي هو الاي والجي. شو الجواب رح يكون. الجواب رح يكون محور الثالث. طيب جي. او كي. شو الجواب رح يكون محور الثالث. اللي هو الاي. كي كروس اي. شو الجواب اللي هو الجي. تمام. مهم نحرفهم هاي الخصائص. تمام. نفس ما حكينا. اي كروس جي. هيعطيني كي. طيب اي كروس جي. اي كروس كي. يعني اعكستهم. او لا. ثماني. تمام. اي كروز جاي حياطيني كي. لو عكستهم جاي كروز اي خياطيني ماينس كي. مش للحفظ. مش للحفظ. هذا مع التطبيق هيبين معي لحاله. هنطبقوا الاقام وتشوف انه اي كروز جاي حياطيني الجواب اجباري بالكي. يعني اي محورين بعمل لهم كروز ببعض. الجواب راح يكون المحور التالت. هذا الموضوع بسيط. هنا جدا مهم. هنا هذا اهم معلومة ان انا حكيتها لحد هسا. برضو اكتبوهم. ليش? اي محور بعمل له كروز بروداكت مع المحور نفسه هيعطيني صفر. لان اي كروز اي صفر. جاي كروز جاي صفر. كي كروز كيك صفر. لازب الكروز بروداكت يكونوا محورين مختلفات. اي مع جاي. اي مع كيك. جاي مع اي. كي مع جاي. الاخري. واضحط. تمام. بسجل او امورنا طيب الهول. ممتاز. طيب. هاي طريقة الكروز بروداكت جاءت بيعلمني في الرموز يعني كي ذكرني في طريقة الكروز بروداكت. احكي له شكرا ما بدنا اياك نذكرنا. هسا هنرجع نقي اللي حكيناها بشابتر التنون. بطريقة بتجن. ان شاء الله. احكي لكم راح نتوسع في هذا الموضوع بشابتر المومنت. احاعدكم ان الكل يطلع فهمه. تمام. بشكل عام. ما بصيغة ما بفضل ناخده برموز. بفضل نبلش مباشرة. بمثال. على موضوع الكروز بروداكت. شان نفهم الافكار وكتوركم بروسيجر للحل. يعني هنا قاعد بعلمني كيف اعمل كروز بروداكت. قلناش. هاي القانون اللي انا حكيته. المومنت اف أفورث وفيكتور وفورميليشن. اللي هو بالسري دي. بالسري دي. تمام. شو القانون اللي هو ار كروز اف. وحنا نشوف بروسيجر للحل. تمام. هذا القانون حكينا شو بيعطيني. هذا القانون شو بيعطيني. بيعطيني مباشرة. بيعطيني مباشرة. بيعطيني مباشرة. ونفس ما حكينا هذا الكلام فوق. ممتاز. 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 طيب. لو كان عندي على الثري دي. اكثر من فورث. هاي off. هاي off two. شو بيكون المومنت. المومنت بيكون. اصف. اه سوري. المومنت. عند النقطة وسيء المسLetiser. المومنت واحد. زاهد المومنت اثنين نفس ما اخذنا بالتودي. يكون عندي اكثر مرقوبة. كنت احكي المومنت واحد والمومنت اثنين. المومنت واحد. اللي هو القوة ١٢ تبأ وعدي واحد. المومنت. القوة التانية عندي اثنين. ولا بنفس الطريقة عندي في المومنت الاول سيكون R واحد بF واحد زائد R اثنين كروس F اثنين يعني نفس الافكار اللي اخدنا وفوق بس هو الاختلاف عندي هو R كروس F اللي هنا عندي اكثر من فورس تمام؟ تمام برضه هون بيعلمني كيف كيف اتعامل معها هني اخدها بمثال بالتفصيل هنحل الألف على الموضوع كثير كثير هذا الاختلاف بمثال اشهر من الفيرس برضه تمام ايام اي مثال طرع انا هون اكتشفت ان كنت قبل شوي واشرح وطلع ما بسجل فحطرنا كل شيء تمام حني اجي نشرح هذا السؤال وفي عنا لسه سؤال تاني نفسه حلح اللي برو بلم يعني حلح اللي على هذي فكرة كثير هتوزعبوا 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 حصيرتوا في الفيديو واتحلوا لحالهم واذن الله تمام شوفتوا بده السؤال عب عب شكل السؤال بخوف شكل السؤال بخوف بس موضوع بسيط ولا اسهل نبقل ما نبلش في حل هيك نوعية من الاسئلة هنروح نكتب بصير للحال ضروري تتقيدوا فيهم ضروري 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 اذا تقيدوا فيهم هتكون اموركم يعني بتجنب ان شاء الله تمام اي خطوة اول خطوة اول خطوة احداثيات النقر اللي بتهمني هنحكي شو هي بالتقفل خطوة رقم اثنين خطوة رقم اثنين اللي هي الار هنحكي شو هي بالتقفل خطوة رقم ثلاث خطوة رقم ثلاث اللي هو اللهم صلى الله عليه وسلم محمد يحلل الاف اذا بدأ تحليل طبعا اللي يوصل لها المرحلة وما دعرف يحلل الاف بالثري دي اللي هو عن طريق القانون غالبا 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 رح تكون اللي هي اف الماغنيتود ضروري نيد فيكتور ما دعرف يستخدم هالقانون يوقف يوقف ويروح يحضر قبل طرور يتعرف تحليل الاف خطوة اربعة خطوة اربعة طبق قانون اللي هو المومنت يساب اربعة 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 خطوة خمسة طبعا نطبق القانون لكل القوة اذا كان عندي قوة واحد قوة اثنين قوة ثلاث اجمع المومنت اذا عندك اكثر من مومنت يعني مومنت واحد مومنت اثنين الى اخر خطوة رقم ستة تمام اللي هو موضوع الزوايا نفس ما حكينا عندنا ثري دي ثري دي عن شو يعني عندي ثلاث زوايا على الاكس على الواي على الزد نفس القولين كوساين انفرس للأف فيش اف هون لا لل اللهم صلى الله سيدنا محمد للام ار الاجابة كانت افع للام ار اكس على الام ار ماجنيتود هون كوساين انفرس للام ار واي على الام ار ماجنيتود ها الى الواي بالنسبة للزد كوساين انفرس للام ار زد على الام ار ماجنيتود هذا هو الموضوع بالتفاصيل المملة يعني هيك بطلب ازعم سؤال ماشي بطلب ازعم سؤال ماشي تمام هذه الخطوات منفذ اللهم صلى على سيدنا محمد اصلا قبل هاي القوانين كانت اف ار صح اللي هم مجموع الاف كامل الانا عندي بتعمل في المومنت فانا في القوانين بس واحكم عندي المومنت بعدها نرجع للسؤال تبعنا وان السؤال تبعنا خيرنا نشوف السؤال تبعنا نرجع شو بيحكي لي السؤال حابة حابة determine the moment produced by the force F في هذا الشكل about point or express the result as a cartesian vector وبدو السؤال السؤال طالبني كالتالي بيحكي لي حدد لي المومنت اللي بتنتجه الاف اللي عندي هيا ماشي على النقطة or يعني بدو المومنت عند النقطة or حلو ويحكي لي كتب لي هذا المومنت على شكل كارتزيان على شكل كارتزيان يعني على شكل i على شكل j على شكل k حاً نعم بسم الله بسم الله خطوات الحلقة التالى اول خطوة إحداثيات النقاط طللي لإحداثيات النقاط طيب بل أحداثيات النقاط ماذا لإحداثيات النقاط التي تهمني؟ طيب في البداية وكتب القانون قبل من طلع هذه النقاط شو القانون لك أن النقطة or ألا أتعامل مع The 3D او مع 2D اتعمل مع 3D دائما يوفر مباشرة مباشرة على قانون ليش لان اصلا صعب اطنع المسافة العمودية 3D صعب اتخيلها كيف رح يتليش حول المحور 1-23 ثلاثة مخابر فمباشرة المومنت اللي هو R بسأل خالي السؤال خطوات 3 دي اطلع الهداثيات طب ليش اطلع الهداثيات عشان تساعدني احل ال F و اطلع ال R مظبوط على حسب الخطوات تابعونا حسب الخطوات تابعونا اول خطوة كانت احداثيات النقاط اللي بتهمني تمام نرجع تمام اطلع احداثيات النقاط شو احداثيات النقاط عندي نقطة ايه اريحكم دائما طلعوا كل النقاط اللي عندكم بالشكل كلها رح تفيدكم ما رح يتجاوز الاربع نقاط ماكسمم ايه او و عندي النقطة بي ثلاثة نقطة ممتاز النقطة او واضحة انها صفر 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 برضو ما بيعرف هذا الموضوع هذا الموضوع مهداثيات و كيف اطلع احداثيات ان شفتوا قداش تقرر معانا من شابتر 2 هو يتقرر معانا فخلص لازم يكون عندكم حلق صار 100% هدافية النقاط اوه هي بس على زد أكسس ممتاز سفر على الواي او وعزد اكسس ممتاز بالنسبة للب هدافية النقطة بي هاي هون ممتاز هدافية النقطة بي كم تبعد على ال اوكس اكسس؟ هذه هي أربعة. ال Y AXS 12. الزد AXS واضح إنه صفر. ما بدي نجرب النقطة B التي سكين فيها بالنسبة لل X AXS 4 بالنسبة لل Y AXS 12 أي النقطة هنا هي النقطة B. أمورنا ممتازة. أمورنا ممتازة. طلعنا النقاط. بعد ما طلعنا النقاط الخطوة بعدها. هنا يعني حللها. اكتبها فيكتر. وهنا أول محورنا في القانون. فوقها شحطة أصلاً اكتبها كفيكتر. فتطلع R. كيف تطلع R؟ أهنا اكتبها عندكم ملاحظة. R هي إيش؟ إيش هي R؟ هي اللهم صلع سيدنا محمد النقطة أو هي المسافة بين النقطة المطلوبة وأي نقطة على خط عمل بالقوة. المعنى نتفق الدفاع المصطلحات اللي بكتبها زي هيك. ماشي؟ أنا بتعمد أكتبها عندي السؤال. ليش؟ ما ليش ما بكتبها عند الخطوات؟ لأنه بحب يعني ما بحب أكتبها عند الخطوات بعد أن أجي عند السؤال أحكيها كمان مرة. لا خلص أنا بكتبها عند السؤال عندي الملاحظة عشان إيش؟ أطلعني أعيد فيها وأكرر فيها وأحكي لكم إياها. بس أنتم تكتبوها مع الخطوات هاي. مع هاي الخطوات. مع شي؟ مع هاي الخطوات. أو أوقف الفيديو سريع أرتب الخطوات وأكتب هاي الملاحظات. أفضل عشان خلص ما يكون في عندي أكثر من ملاحظات. تخلي هاي الصفحة بس ورقة ملاحظات. أحسن هيك. أحسن. تمام. من اللي كتابهم أول مرة أنا ما عدلت على هاي. بس كتبت النوتة هاي ووضحت هاي. خطوات هاي الخطوة رقم هاي. أكتب هاي. وانت إلى الترتيب. الخطوة رقم ثلاثة لأوجد الإحداثيات. برضو هاي تمام. خطوة رقم ثلاثة وهي أهم خطوة لأوجد الار. معاشين. وأكتبها كفكتور. طيب. في معلوم مهمة هذا الأخر. هي المسافة بين النقطة المطلوب عندها المومنت. النقطة المطلوب أحسب عندها المومنت. تمام. وأي نقطة على خط عمل القوة. أي نقطة بدي إياها واضحة بالنسبة لإحداثياتها. واضحة بالنسبة لإحداثياتها. خطوة رقم خمسة. خطوة رقم أربعة. تحليل القوة زي ما تعلمنا. وغالبا راح تكون عن طريق اللي. الاف. بالمغنيتيد. ضرب ليند فيكتور. ماشي. خطوة رقم خمسة. أطبق القانون. طبعاً عن طريق كروس كروتكت. بعدين أجمع المحصلة. وهو إيجاد الزوايا. إيجاد الزوايا نفس ما استخدمناهم. وهو كوسين. نفس القوانين اللي كتبتهم فوق. نفسهم بالزبط. وهو ثيتر الاكس. ثيتر الايكس. ثيتر الاي. ثيتر الاي. ثيتر الاي. الزيتر الاي. اللي فاشتغل. نجهة السؤال. نرجع. بالبداية. نطبق. اللي الخطوة حكينا. نكتب القانون. كتبنا. خطوة رقم 2. حدد الإحداثيات. حددناها. خطوة رقم 3. دعاً يوجد الار. طيب الار شو فيه عندي معلومة مهمة. هي المسافة بين النقطة المطلوب. المطلوبة. عندها المومنت. اللي هي النقطة هو. ماشي. وأي نقطة على خط عمل القوة. بدنا نتفق اتفاق. بدنا نتفق اتفاق. الملاحظة واضحة. النقطة المطلوبة عندها المومنت. وأي نقطة على خط عمل القوة. طب خط عمل القوة. من هون الى الانفينيتي يعني. لا نهائي. بس هاش في عندي النقاط اللي واضحة. النقاط اللي واضحة عندي. اللي هي النقطة O. والنقطة. النقطة A. والنقطة B. والنقطة B. هذور هم النقاط الواضحات. تمام. فرح تكون R. R. هي المسافة بين النقطة O. وأي نقطة الخط عمل القوة. طب شو هي النقطة A. ممكن تكون B. هاي أعطي نفس الجواب. جربوها. هاي أعطي نفس الجواب. أنا هاخد النقطة A. هاخد النقطة A. فرح تكون R. O. A. R. S. O. A. ملكاس. تمام. R. O. A. شو هستساوي. كالعادة. النهائي ناقص الابتدائي. النهائي ناقص الابتدائي. طب شو النهائي اللي هو A. طرف الابتدائي اللي هي او. تمام. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. فراح تكون يلا. صفر ناقص صفر. صفر اي هاد. صفر ناقص صفر. صفر جي هاد. ثم عشر ناقص صفر. زائد. ثم عشر. اوكي. هاد. هي قلبنا اهر جاهزة. هاي خطوة رقم ثلاث سهلة نطيفة. خطوة رقم ثلاثة. اوجدناها. طيب خطوة رقم اربعة. تحليل فوق جميعها. طيب نرجع. نرجع. كم فورس عندي انا? فيس عندي غير فورس واحدة. اللي هي اتنين من كيلو نيوتن. طيف بدي احللها نفس ما استفقنا قبل. عشان احلل الفورس قانونها كالتالي. عشان احلل الفورس. اي هون التكمل اه. عشان احلل الفورس. بدي احلل الفورس. ماشي? اللي هي قيمة الفورس. كماغميتود ضرب اليونت فيكتور. طيب قيمة الفورس كماغميتود داش. اللي هي اتنين. ضرب. اي نقطتين على خط عمل القوة. اي نقطتين على خط عمل القوة. طيب اي شو من النقطتين الوضحات بالنسبة لي اي وبي. فانا ماشي من اي لبي. فاي بي اي بي. انا مطلع حقاسيات اي بي. فبس تعال علي ما عليك الا تطرح. يلا. اربع انا اربع تربيع. زائد اتناش تربيع زائد اتناش تربيع. حيثاوي عندي اه سبعة عشر. سبعة عشر بوينت تلاتة واربين. سبعة عشر بوينت تلاتة واربين. هاي اللي هي الوينت فيكتور. مبروب كله في ايش. في قيمة ما هو الماغنيتود. يلا. بعد ما مبروبهم. هيطلع عندي الاجوبة كالتالي. خينا نشوف من الكتاب سريع الاسرع. تحليل الفورس هايها. هايها. اللي هي اه اه او بوينت اه اربعة خمسة تمانية تمانية اي هاد واحد زائد واحد بوينت تلاتة سبعة ستة. جي هاد ناقص واحد بوينت تلاتة سبعة ستة. كي هاد. هذا اللي هو تحليل الفورس. لانا حللتها. طيب نرجع للخطوات تبعونا. نرجع للخطوات تبعونا. طيب. حللت القوة. ما عندي غيرها حللتها عن طريق القانون. امورنا ممتازة. طبق القانون لكل F. طبعا كما F عندي? F واحدة. طبقنا يجي نطبق القانون. القانون تابعنا سهل كالتالي. خين اللي يجي نطبقه على جنيب عشان اعلمكم طريقة F. ممتاز. خين يجي? هاي? القانون. طبق القانون. طيب. شو هو القانون احنا اتفاقنا. اللي هو المومنت. اللي النقطة هو هو R. طبعا دائما اول سؤال الا يطول معنا شوي. ليش? اشعر انا بشرح بالتفصيل وبعيد وبزيد. اسأل اللي بعديها? هطول. خطواته ماشي. سهل راح تكون الموضوع بسيط. انتبهولي للترتيب. بالله عليكم انتبهولي للترتيب. طيب. باجي بعمل المصرفة تبعدي. R. F. بحط I had. اذكر هذا الحكي شرحته بشابة الاثنين. هعيده. I had. J had. J had. بنعبي قيمة ال R هون. هيا. فوق. قيمة ال R تحت. تمام. قيمة ال R كان طلعت معنا. اذكر كانت ايه 12 او اربعة اطناعش سالب 12 نتأكد. هيا. هيا. هيا R. هيا R. كانت صفر صفر 12. كانت صفر صفر 12. صفر صفر 12. الآخر اللي طلعنا عليه هيا. بالنسبة لل الفورس اللي انا خللتها. اللي هي ترابط الانين في هالحد. والاثنين في اثنين على 17.43. والاثنين في ناقص 12 على 17.43. هتطلع معي الفورس اللي افتح شوفناها بالكتاب. اللي هي 0.4588. وهون 1.376 day. وناقص 1.376. اللي هم هدو ارقامي جماعيهم. تحليل الفورس. ممتاز. طيب. هس انا حللت. هسا كل ما علي اعمل ايش. طيب. حكينا فيش في شغلات سميناهم ايش. في شغلات سميناهم الديكور. شوف ما شغلات سميناهم الديكور. يهو هاي القوس الأول. هذه للآيهاد. ماينس هذه ديكور. هذه الجهاد. زائد. كهاد هذه ديكور. بعدين هذه ديكور. وهذه ديكور. وهذه ديكور. وهذه ديكور. مباشرة هاي شغلات فيش عليها حقي. كمان. هكينا كالتالي. بغطي على الآيهاد. غطينا على الآيهاد. بضرب. يلا بضرب قطري. زي هيك. صفر. يالرقم صفر. واحد بوينت. اي نشتغل واحد بوينت. تلاتة سبعة ستة. ضرب تناعش. هاي طلع عندي ستعاش بوينت خمسمية وتمعش. اوكي. ستعاش بوينت خمسمية وتمعش. ممتاز. خلصنا. نمسح. او نمسح وانا غلون تغطي على الجاي. وبضرب. بضرب. صفر قطري. صفر بهالرقم. وهذا الرقم بهالرقم. بضرب قطري. خلاص اللي غطيت وبنساعد ان انا اوضع عنه هون. ماشي. برجع يلا. صفر بهالرقم صفر. او بوينت اربعة خمسة. تمانية تمانية. ضرب اتناش. يساوي. يساوي خمسة بوينت. آآ خمسة بوينت خمس صفر خمس ستة. ماشي. خمسة بوينت خمسة صفر خمسة ستة. ممتازين. لحد هسا امورها ممتازة. قطروا رقم تلاتة. بدنا نغطي وين هاي انو اللون ما اخد نوع شي هادا هاي لازلك. هتغطي على الكاي. بعد ما نغطي على الكاي. هضرب مين في مين. هضرب هالرقم. بهالرقم نمسح. شان احنا عزتنا ديني هيك. خلص هيك تمام. هنضرب. قطري هيك. خلص يعني اللي غطي لها ما لنش دخل فيها. هذا كله ضغطة. حسا بضرب قطري هيك. صفر بهالرقم صفر. وهذا الرقم بصفر صفر. ممتاز. يعني هون الكاي ما الهاي كلام. هيك راح طليل اتجاه جاهزة زي ما نحن متفقين. فهنا راح يطلع. ناقص ستاش بوينت خمسة واحد اتنين اي هاد. ندخل الناقص على القوس. لجائد خمسة بوينت خمسة ستة جاي هاد. وهذا هو جواب المومنت دي النقطة او. شايفين? ظل عليها كمقدار وكاتجاه. جاهز. يعني القيمة مع الاي والجاي والكاي. تمام? تمام. نروح نتأكد من اجوبتنا. ونشوف. هاي نكروف بوينت نسمحنا اشتغلنا تماما بالضبط. هايو طلع معها الجواب نهائي. ستاش ونص. بالسالب اي هاد. وخمسة بوينت واحد وخمسين. ستاش ونص. وخمسة بوينت. احنا ما مقربنا الارقام. خمسة بوينت خمس سفر. خمسة بوينت واحد وخمسين هو مقربة. فاشو بدنا مية بالمية الصحيحة. هيك انتهى الحل. انتهى الحل. تمام. هوا ليش كتب لي هون اور وحال? هاي حل بطريقة تانية. طب شو هي الطريقة التانية? نفس الخطوات. نفس بس هو شو عامل? احنا شو حكنا بالنسبة للار? شو حكنا عنها? هي المسافة بين النقطة المطلوبة. عندها المومنت. لهي النقطة او. واي نقطة على خط عمل القوة. طب انا لما حليت هون. اخدت النقطة. شو اطلع ار. طلعتها بين ار. بين او اي صح? طرحت اي ناقص او. طب هون الطريقة التانية. ما طرح او ناقص اي. حي اخد او. اللي هي النقطة هاي. ماشي. مع اي نقطة على خط عمل القوة. طب البي ما هي نقطة على خط عمل القوة. اخذ النقطة بي. بيناقص او. وحل نفس الخطوات. بس ايش استخدم؟ تغير لي قيمة ار. الفورس راح اطلها نفسها لا تتغير. نفس الفورس. لان اخذت نقطتين. شو يتغير عندي? تغير عندي ار. ليه ما هذا الاقام. يتغير عندي. كيف يتغير عندي? اخذ النقطة بي. طيب. اشان افرشيكم كيف تلعز بشكل سريع. النقطة بي مع احداثياتها. اربعة ناقص صصر اربعة. اينها. اينها. ا самый ك arrogان. اس وضع نفس فهي طريقة تانية عشان تتمرز. تبني معنى نفس الجواب. تمام؟ آين الملاحظة من ذهب بت 선배 تتاكدو لي منها تركيزو لي عليها المسافة بين النقطة المطلوبة وهي النقطة او. خلو. واي نقطة الخط عمال القوة تضبط النقطة تضبط طبيب هذا السؤال. دانل هون ان شاء الله نكون دانل. تمام. اروح لسؤالي بعده. لسه موصلين اسئلة. نسوف شو بده السؤال. شوف شو بده السؤال. بحكي لي two force هنا. ممتاز. بحكي لي two force act on the road. two force بيأثروا على هذا. اسئلة هاي هذا السلك او هذا المسورة بغض النظر. او هاي الاسطوانة بغض النظر. بترمايند. بترمايند the resultant moment. they create about the flange. flange at o. express the resultant as a cartesian victim. طالبني بكل فريح العبارة. بحكي لي طالب لي resultant moment عند النقطة o. بحكي له المومنت عند النقطة o. ناتج عن two force. ناتج عن two force. رحكي عندي moment واحد. اللي هو ناتج عن الفورس الاولى. زائد. مومنت اتنين اللي هو ناتج عن الفورس الثانية. ممتاز. طيب القانون الاول. اللي هو R. 3D. R cross F1. زائد R cross F2. عمل الخطوات اسمارتها. واجمعهم. وفض الله مبارك. يلا بسم الله. انبالس. طبعا هنا مريحني. مريحني مريحني مريحني. ميطيني الفورس الاولى محلل لو جاهزة. IJK والفورس التانية محلل لو جاهزة. بحكي له يساعدينك. انت مريحني من خطوة التحليل. وهي اطول خطوة في الحل. الحل ما راح يكون معنا لي. خطواتنا. اولي شي نكتب القانون. كتبنا خطوة رقم اثنين. احداثيات النقاط. يلا على السريع. هاي النقطة اهو. وعندي هاي النقطة ايه. طلعهم كلهم مباشرة ما بخل معك دقيقتين. اي نقطة بتحتاجها تحيل. كان معك وقت في الانتحان. جرب. الاغر دائما بيكون لها خيارين. اما من النقطة اللي بده إياها لنقطة. او من النقطة لنقطة ثانية. فانت جرب. اذا معك وقت في الانتحان والله ورايق. يجرب. لازم يطلع معك نفس الجواب. زي ما عملنا في السؤال فوق. النقطة اهو. هو واحد يحكي للسفر سفر سفر. يعني منزع من بعض. ليش؟ سفر على ال اكس ما اختلفنا. سفر على الواي ما اختلفنا. على الزد. شايفين في ارتفاع بسيط رفع. ايو اتنين. بواضح. تريك هذا بالسؤال. لان احنا متعودين للنقطة او صفر صفر صفر. هنا لا فيه تريك. النقطة اي. فانت شوف شو وضعها. النقطة اي. الله عم سيد محمد كفت. هي عودة عن النقطة اكس. عن محول اكس صفر. عن الواي. اللهم صلى على سيدنا محمد عن الواي. خمسة. الزد برضو اتنين. امورنا ممتازة. بالنسبة للمقطة بي. هاي النقطة بي. واقعة. عن محور الاكس. اي اربعة. عن محور الواي. خمسة. عن محور الزد صفر. اللي يتأكد. الروح يرسل السريدي ويرسل نفس ما احنا. اتعلمنا. ماشي يا جماعة. لهون امور لمالها ممتازة. خلصنا الخطوة. رقم قديش. اكتب القانون. كتبناها. ايجاد الاحداثيات نقطة اوجدناهم. ايجاد ار. يلا بسم الله. ايجاد ار. خلصنا الروح نوجد ار. نوجدها لجنب. او اذا في مساحة في الكتاب. لا ما فيش داعي. فيش داعي نوجد عجالي. ما هي اصلا بس طرح. هاي ايجاد ار. طيب ار. ما انها ستحكوني من ولا وين. او شو ملاحظة. ملاحظة ار. هي مسافة بين النقطة المطلوبة. بها السؤال عندي النقطة او. بين النقطة او. و اي نقطة على خط عمل القوة. فهي او. من اولا مين. من او. اي نقطة على خط عمل القوة. انا بشطرل ايش. człا يقول عندي 2 او ر. انا بشطرلت ب Ri. انا بشطر contempl less with quna. طيب. ر او. اللي حكاء اي. يسعدينه. اللي حكاء اي يسعدينقه. طب اجم الله واحد. بديل غلباوي. حط هنا نقطة سماهى دي. وهكاء ار من اول دي. بحكاء لانت كمان يسعدينك. حل لك صح بس في عندك بحكي لك بحكي له مشكلة صغيرة طيب شو هي المشكلة ان النقطة دي صعب اجيب احلاثياتها مش معطيني اياهم على الرسمة فراح يتغلب طيب اجه واحد تاني حكادي بدي ااخد ار من او طبعا او ايش باري لان هي النقطة المطلوبة من او لا ال بحكي له برضو انت يسعدينك ليش انه برضو حل لك صح بس جيب لي نقاط ال ال جيب لي احلاثيات النقطة الى من الرسمة اذا معطى وحل لك مية بالمية بس النقطة الوحيدة الواضحة عندي هي هي على مبدأ خط عمل القوة بس هي الوحيدة اللي مبيني عندي اي ناقص او هسه صفر ناقص صفر صفر اي ممتاز فمسة ناقص صفر خمسة ناقص صفر زائد خمسة جي اثنين ناقص صفر زائد صفر كي هذي ار او ار بالنسبة ار المية الاولى طيب الخطوة رقم ثلاثة طلعنا ار يلا تحديل القوى القوى عندي محللة اف ون محللة انا بطلع انا بهذا الحد لساتني بطلع بهذا الحد ام ون اف ون محللة تمام بعد بما انها اف ون محللة امور ممتازة طبق القانون لو الكروس بردكتب اقول له ممتاز يلا ممتاز جدا فانا ناقص اي جي كي ار صفر خمسة صفر طبعا نلذكر ار اف هذه في البداية عشان بس تتعودوا بالنسبة الاف هي محللة او جاهزة ناقص ستين زائد اربعين وعشرين ناقص ستين واربعين وعشرين فنحل هذا السؤال بكروس بردكتب التفصيل بعدين خلاص راح نستطيع نفشد عن هذا الموضوع انه راح نصير ايش اموركم تمام ان شاء الله بنفس الطريقة هغطي عنها الرقم طبعا لا نسينا شغله نفس ما تعودنا نخط الديكور هذي اي ناقص ناقص هذي جي ناقص هذي جي ناقص حطنا الديكور يلا الديكور تبعنا طيب يلا خمسة بعشرين مية هيك ايه خمسة بعشرين مية اربعين بصفر صفر خلصنا يلا نحط نغطي على الجاي وضرب لي هيك هيك صفر بعشرين صفر ناقص ستين بصفر صفر ممتاز خلصنا بهالطريقة طبعا انت في الامتحان غطي بايدك غطي بايدك باصابعك باللي بالدكية تمام الخطوة اللي بعدها غطي لعلكاي وضرب لي هيك وهيك صفر بعشرين صفر ناقص ستين بصفر خمسة ثلاثمية ناقص ثلاثمية يلا مية ناقص صفر مية ايهاد زائد صفر جيهاد ناقص ناقص رح تصير ايش زائد زائد ثلاثمية كيهاد هذا المومنت رقم واحد شو جوابنا وعنى الايجاب هو اللي هو حال المرة واحدة هو حال المرة واحدة خلص خينا نكمل على حالنا بعدين من نجمع ونشوف الجواب النهائي هو حال المرة واحدة لانه هو حال المرة واحدة تمام هذا بالنسبة لأول مومنت بالنسبة للمومنت الثانية بالنسبة للمومنت الثانية طيب خينا نكتب او هون خينا نكتب الجواب وطلع معانا مية اي زائد ثلاثمية كي هذا الجواب تبع مومنت رقم واحد شان نكمل للمومنت الثانية بس بروسيجر وبدي امشي على بروسيجر بس هذا هو كل الشغل النقاط رح تضلها نفس ما بحذفها طيب هسا حلمشي بها حلمشي على الحد الثاني الحد الثاني طلعنا النقاط وكتبنا القانون هسا ايجاب امر قوار اللي هي ار اتنين من وين لوين من او طبعا من النقطة المطلوبة لأي نقطة على خط عمل القوة انا هسا باش تقلب ايش بالأف الثانية طب اي نقطة على خط عمل القوة اللي حكي برضو يسهدينك اللي بدي اختار نقطة هون باقول لكم بدي اختار نقطة هاي وسميها أل باقول له خلق صح ما هي مبدأ خط عمل القوة بس احداثياتها معاي لو انا معاي بحكي لها في اشتغل الحلقة بحكم صح بس احداثياتها مش معاي مستهيل ان اقدر اطلعها تمام يلا اي ناقص اي اربعة اربعة ناقص صفر اربعة اي خمسة ناقص صفر زائد خمسة جي اه صفر ناقص نين ناقص نين ناقص نين كي هجبنا ار ومعاي ارثي محللة يلا علي كروستو بردكت مباشرة علي كروستو بردكت مباشرة اي جي جي تمام في عندك اربعة خمسة مينس اثنين وبالنسبة للاف تمانين اربعين ناقص ثلاثين تمانين اربعين ناقص ثلاثين يلا ممتاز بنفس الطريقة اول شي اكتب ديكور اتفقنا على ديكور اي مينس مينس هون مينس زائد مينس يلا هون جاي هون كي هون كي غير لول اسود لانه صارت اي وممتاز يلا اضرب لي خمسة خمسة درق ناقص ثلاثين ناقص مية وخمسين ناقص مية وخمسين اربعين ناقص اثنين ناقص تمانين ناقص تمانين ماشي ممتاز لحد هسه امورنا طيبة يلا هانيجي غطيلي يلا غطيلي هذا غطينا بعد ما غطينا هانيجي نضرب اربعة هاي وهي هون اربعة بناقص ثلاثين ناقص مية وعشرين تمام وتمانين بناقص اثنين ناقص مية وستين تمام اه هسه اخر اشي اخر افي عنا هنغطي على الكاي ونضرب هيك اربعة باربعين مية وستين صح? او الاربعين مية وستين وتمانين بخمسة اربعمية اوكي اربعمية ممتاز هسه نيجي نطرحهم ناقص مية وثمانين ناقص مية وخمسين اه مية وثمانين صح؟ هل احضر اغطينا هون اه تمانين هاي ايوه طيب بيال الحاسبة ناقص مية وخمسين ناقص الناقص راح تصير زائد تمانين راح تصير ناقص سبعين ناقص سبعين ايهاد ماشي هون في عندي اه ناقص بره وفي عندي قوس ناقص مية وحشرين ناقص الناقص هتصير زائد مية وستين سكر القوس هتكون ماينس اربعين ماينس اربعين جاي هاد ماشي ماينس اه مية وستين ناقص اربعمية هايكون عندي ماينس متين واربعين ماينس متين واربعين كي هاد هذي بالنسبة للمومنت التانية هذي بالنسبة للمومنت التانية عشان نطلع المومنت كاملة نجمعهم مع بعض حسب القانون اللي كتبنا بس نجمعهم مع بعض طيب مية ايهاد اه زائد ناقص سبعين لقد تكون ثلاثين هايها امورنا طيبة هون هو عاملهم مع بعض فعاجقا شوي فانا بفضلا نعملهم كل واحد لحاله ماشي اه بالجاي ما في عندي بالنسبة للمولة بس عندي في الثانية فهي ناقص اربعين هاي ناقص اربعين وبالتالتة في عندي تلتمية كي تلتمية كي زائد ناقص ثلاثين واربعين رح يكون ستين كهاد هاي ناقص جميعهم وانتهى السؤال تمام عدي الفيديو كمان مرة ان شاء الله الامور قوم يعني عدي السؤال مرة ثانا ان شاء الله الامور طيبة